السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد جيدكم فيديو جديد عن وذرينغ ويفز في فيديو اليوم راح نشرح لكم شلون بتاخد ثلاث شخصيات كمس نجوم اول ما تبلج اللعبة لسه ما بتسوي جيد باللعبة بتاخد ثلاث شخصيات ثلاث نجوم لانه هاي اللعبة حاليا بالهدايا ما في احسن منها بقى نصيحة مني نصيحة مني حتى لو انت هلأ مفاضي تلعب اللعبة على الأقل اعمل احساب وخوض الشخصيات الثلاثة وبعدين انت ما بدك فيك تلعب اللعبة بيكون بس على الأقل انت ضمنت ثلاث شخصيات لانه هاي الهدايا ما بفديش راح تضل هلا فيه هدية قالوا انه راح تضل سنة بس باي الهدايا ممكن شهر شهرين ما عاد يعطونا يا امبا نصيحة 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 مني هلأ افضل وقت تعمل احساب لانه هتاخد ثلاث شخصيات مجانية وطبعا اذا انتو حابين الفيديوهات هاي قلنا بالكومنتات شو نوع الفيديوهات اللي تكن تعملوا وانا لسالة ما لعبت اللعبة لانه شايفين البنك عندي قديش لعبة وبتلعب وانا حابب اول مرة الالعب اللعبة يكون ببثباء ان شاء الله اليوم راح يعمل بثباء اذا قدرت ما نمت لاني لساتني منبارح فايل وهلا عندي دوام بعد نصاعة خلينا نبليش بالفيديو اول شي طبعا شوفوا انا قديش حسابي مواصل لساتني لفل اربعة اليونين تبعي اربعة ورانك وان وشوفوا الشخصيات اللي عندي حاليا طبعا اللي شايف فيديو السحب او ما شايفوا يروح يشوفوا او ما يكمل لانه راح احرق عليكم شو طلعلي بالسحب متل ما انتو شايفين طلعلي هاد وهاد بنفس المالتي وبأي بانر البانر اللي هو اول ما تفتح اللعب بيعطوك يعني 8 سحبات بيعطوك مالتي طلعلي فيها اثنين بنفس المالتي وبعدين طلعلي على بانر جيان طلعلي خسرت ال 50 للأسف طلعت لي انكور وهلأ كمان اعطونا جائزة جديدة اللي هي سيلكتر فيك تختار الشخصية اللي بدك اياها يعني هيك انا راح بلش اللعبة عندي ثلاث شخصي اربع شخصيات فايف ستار طبعا حظه عادي راح يطلع له ثلاث شلون اول شي بالبانر العادي اول ما تفوت على اللعبة راح يعطوك خصم بانر خمس مالتيات قرانتي دي طلع لك خمس نجوم وبعدها بعد ما يطلع لك الخمس نجوم الاول بتجي على البانر السيلكتر بتختار شخصية من هون انه تطلع لك طبعا انا هلأ راح غير الخيار تابعي من كونشورو لجنكسين مشان يكون عندي كل شخصيات الخمس نجوم باللعبة ليش انه انا حاليا عندي ثلاثة وهلأ بالسيلكتر راح ناخد كل شورو ساعتها هيك بصير عنا اربع شخصيات من اصل خمسة شايفين بتضل سنة كاملة هاي السيلكتر راح يكون عندي اربع شخصيات من اصل خمسة وهلأ راح اسحب عليه بعدين بكملكم هاي نشوف الانيميش انتبعو طبعا شو تختار من هاي عندك خيارين اذا انت اردي طريق لك شخصيات هجومية اختار شخصيات فيرونا مدري فينيرا ليش مشان يصير عندك فريق فيه هيلر وفيه هجوم وبعدين اختار كل شورو بس نصيحة مني كلاتكم اختاروا يعني لازم يطلع لكم كل شورو يا اما بالسيلكتر فوق يا اما تاخدها قورا من هون مثل ما لحنا هلا عملنا وهيك صار عنا كالتشورو وهيك صار عنا هلا اربع شخصيات خمسة نجوم وهون هلا مع الوقت لسا عندي قارنتيد باقيلي سبع ملتيات اذا عملتون قارنتيد واحد من دول سبع ملتيات اخدها وهيك ساعة راح يصير عندي كل الشخصيات بس انتو ممكن يكون عنكم شخصيتين او هلا بمية بالمية قارنتيد يكون عندك ثلاثة ليش باول بانر اللي هي بيكون فيها خمس ملتيات راح يطلع لك شخصية خمس نجوم بس لأسف الخمس نجوم هاي ممكن يطلع لك فيها شخصية بدك ياها ممكن ما يطلع لك شخصية بدك ياها بقى بتيجي لهون بتختار بتختار مثلا فيرينا وبالسلكتر بتكتاب كالشورو ساعتا هيك انت مية بالمية قارنتيد يكون عندك اقوى شخصيتين موجودين من هدول الخمسة اللي هو هاد وهاد وبعدين باشو ما طلع لك شغلات تانية بيكون ممتاز يعني حتى لو طلعت لك انكور لو طلعت لك جينكسين لو طلعت لك لينج يانج بدي شو اسمه هاد ساعة انت بتكون ممتاز هلا ممكن في واحد يسألني طب ليش ما اخد دوب من شخصية قوية هلا حاليا باللعبة ما بتحتاج دوبات هلا ممكن بالمستعبل تحتاج دوبات بس حاليا ما بتحتاج دوبات ليش انه اللعبة مو صعبة لدرجة انه لازم يكون عندك دوبات بس اللعبة خاصة اذا كتوصل لمرحلة هي خاصة التور لانه التور انت لازم تلعب ثلاث شخصيات وتخلص المانا تبعهم بقى بدك يعني بدك شخصيات كثيرة احسن ما يكون عندك والله بس شخصيتين ثلاثة وهدول بس اللي عندك ياهم ساعة انت ما رح تاخد جوائز التور كل مرة بقى مشان هيك انت سكان عندك كل الشخصيات او تنوع من شخصيات افضل ما يكون عندك فقط شخصيات ولا شخصيتين بقى مشان هيك افضل طريقة تعمل اللي انا قلت عليه لانه هيك احسن طريقة لا ممكن يعني لا ممكن ممكن مثلا واحد شو يعمل يكون مجنون ياخد مثلا يختار كالشورب ثلاث مرات يعني يطلع له كالشورب المالتي المجانية الاولى بعدين يختاره بالسلكتر ويختاره بالسلكتر الثانية ساعة هيك رح يفتح له هاي اول شي رح يفتح له هاي كميسال يعني بعدين يفتح له هاي هيك ساعة رح يصير كثير قوي بس هل انا حاليا لازم اعمل هالشي لا انت لعب لعب نظامي لعب لعب طبيعي وصل للمراحل اللي هي بدك ساعة الدوبات وانت طبعا مع الوقت مع الوقت انت رح تسحب على جيان ممكن يطلع لك شخصية تاني مثل ما صار ما يطلعت لانكور ممكن انت تسحب حتى على هاي البانر يطلع لك شخصيات تانية ساعة مع الوقت الا ما يطلع لك دوبات بقى هذا الشي يعني مكتير مهم انه والله انت من هلأ لازم يطلع لك كل الاسلحة او كل الشخصيات عرفتوا كيف فهاي هي الشغلة اللي حبيت تحكي لكم عليها بهذا الفيديو نصيحة مني اختاروا يعني خلي عنكم تنوع بالشخصيات حاليا لانه هيك افضل طريقة يعني ممكن انت تختم فيها اللعبة كلها بعدين مع الوقت اذا طلع لك دوبات شايفينها باش عم تعلي عندي يا زلمي والله نفسي لقي حل هالموضوع يعني الحمد لك كل الالعاب التانية ما بتعلي عندي الا هاي شوف البنك كم 331 بابس هيك هم بكون الصناعات في تغيير مجددكم استمتعتوا في استمتعتوا في لاحظة عملاك للفيديو تشاركوا مع نلقاش كل جديد مني وشوفكم اخير الفيديوهات التانية مع السلامة